مرحبا بكم متابعين لا تنسوا لايك واشتراك خبر قنبلة اليوم وصل نحالا حيث أن رئيس وزراء كندا نقل إلى مكان سري بعد تساعد تداهرات اللقاح جاستن تردو في مكان سري وتداهرات اللقاح مستمرة في كندا اختباء الرئيس فيما يستمر المحتجون بتنظيم المزيد من المدهارات في هذه الأثناء اختبأ رئيس وزراء خوفا على نفسه وعائلته والأمن أو الحكومة يرفض الإدلاء بمكانه لأسباب أمنية المحتجون داخل شاحناتهم ولا ينون المغادرة والكل يدعمهما ذكر أحد المحتجون نحن هنا وسنظل هنا ولو تطلب الأمر شهرا حتى إنجاز الشيء الذي أتينا من أجله تردو رئيس وزراء كندا قد وصف المحتجين ضد اللقاح التطعيم بالأقلية الهامشية وصفهم بالأقلية الهامشية وهو الآن مختفي ويخاف أن يظهر نفسه أمام هاته الأقلية الهامشية التي ذكرها هي تعد بالآلاف والملايين الذين يقومون حاليا باحتجاجات وتظاهرات كبيرة وكبيرة جدا هذا ما جعل رئيس وزراء يخاف على نفسه ويغادر إلى مكان سري فعندما نسمع مثل هذه الأخبار رئيس وزراء يخاف من المتظاهرين ويختبئ في مكان سري أو يلجأ للاختباء هذا في حد ذاته خبر جد جد مفرح لأنه في حد ذاته هو انتصار للشعب الكندي تحية نضادية للشعب الكندي والشعب الفرنسي والشعب البلجيكي الذين قاموا نهاية هذا الأسبوع ونهاية الأسبوع الماضي باحتجاجات كبيرة جدا ضد إجبارية اللقاح وضد إجبارية الجواز ترجمة نانسي قنقر